انا شايف ان في خطوات رائعة عظيمة بتحصل في بنية مصر لو صح التعبير يعني بنية مصر الزراعية بمجتملاتها يعني الزراعة يعني الصناعات المرتبطة الصناعات الغذائلة الصناعات المرتبطة بالزراعة يعني مثلا تربية المواشي تربية الدواجن الصناعات المرتبطة بيها زي الأجبان والقلبان والحاجات اللي زي كده دي يوم ما هنبقى مستقرين فيها مية في المية ومية فل واربعتاشر حالنا يتغير في كل حاجة مش بس ان احنا هنبقى طول الوقت مؤمنين نفسنا غذائيا ومش بس علشان ساعتها الأسعار تستقر أو 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 لا لأنه ده معناه ان انت هترجع تاني تصدر حاجات كتير احنا بنصدر منتجات زراعية بصدر منتجات زراعية عندي منتجات زراعية بقت مشهورة عالميا بانه ده جاي من مصر يعني برتقان مصري عنب مصري ما العظيم الأمريكان قالوا على العنب المصري على صفحتهم الرسمية كلموا عليه يعني وقالوا انه تفوق على العنب بتاع جنوب أفريقيا أما في البرتقان فهو متفوق على البرتقان الأسباني طيب بناء على توجيهات فخمة الرئيس وخصوصا بعد لقاءه بالمزارعين أثناء زيارته لمدينة شربين أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رفع سعر توريد أردب الأمح من المزارعين 25% زيادة فيبقى قيمة التوريد بدل 1000 جنيه للأردب تبقى 1250 للأردب زيادة 25% زيادة طيب كمان أعلن رئيس الوزراء عن بدء تطبيق مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة الأسبوع الجاي بشريحة تمويل قيمتها 150 مليار جنيه الفايدة مخفضة 11% فقط هتيجي تقوله طيب وبقيت فروق الفايدة يا عم يوسف هقولك الدولة هتتحمل فرق سعر الفايدة اللي تقريبا هيصل إلى حوالي أو تكلفته حوالي 10 مليار جنيه سنوية في المؤتمر الصحفي أفاد رئيس الوزراء الدكتور مدبولي إنه الفترة من 14 أخذ بالك في حاجة حلوة بتحصل والله العظيم من 14 ل 17 يناير يعني إحنا النهار ده كم يا وليد إحنا نهار ده 18 حلو يعني إحنا 14 15 16 17 الأربعة أيام اللي فاتوا دول شهدت الإفراج عن بضائع من المواني بقيمة 4.8 من 10 مليار دولار ومن يومين كنا بنقرأ التقرير بتاع البنك المركزي طيب واجب التنويه بلد دفعت 2.5 مليار دولار أقصاد ديون بلد أفرجت عن بضايع في المواني تقريبا بحوالي أظن 35 من 10 أكتر والله يجي بـ 8 مليار دولار لحد دلوقتي تقريبا أكتر من 8 مليار يعني أنت دفعت 2.5 مليار من الديون ودفعت أكتر من 8 مليار علشان الإفراجات بتاعة البضايع وكمان زودت الاحتياطي بتاع البنك المركزي من العملة الصعبة وكمان زودت الاحتياطي بتاع البنك المركزي من العملة الصعبة